اشتركوا في القناة يا له من رجل قال لي بعنف ما كانت الفيكونتسة ديبوزيان تقوله لي بلا باقة لماذا أريد الآن أن أذهب إلى منزل السيدة دينوسينجين حذر فوسران أعماق أفكاري هذا اللس قال لي عن الفضيلة أكثر مما قالته لي الكتب إن كانت الفضيلة لا تتنازل ولا تتجزأ فلقد سربت شقيقتي ثم رمك سيد راهمه على المندضة وجلس وهو مستعرق في تفكيره مخاطبا ذاته ما الأمانة للفضيلة وما الاستشهاد الرائع أرى الجميع يؤمنون بالفضيلة ولكن من منهم الفاضل تعبد الشعوب الحرية ولكن أين الشعب المتحرر لا يزال شبابي كسماء صيف لا سحابة فيها إن أنا أردت أن أكون ذات يوم ذا ثروة وجاه ألا يعني أنني أصبحت مستعدا لأن أمالق وأكذب وأزحف وأنافق لا لا أريد أن أشتغل وأتعب وأجاهد لكي لا أكون مدينا لأحد في ثروتي ستتكون هذه الثروة ببطء لكنني سأسند رأسي كل ليلة إلى وسادتي براحة ضمير أي شيء أجمل من أن ينظر الإنسان إلى حياته فلا يرى فيها مشحة سوداء إني والحياة أشبه بخطيب مع خطيبته أريد أن أنسى كل ما قاله لي فوسران المخيف ولن أفكر في شيء بل سأتبع وحي قلبي فالقلب أصدق دليل استيقظ أوجين من تأملاته على صوت الطاهية الضخمة سيلفي تنبئه بقدوم خياطه فأسرع يستقبله حاملا بيديه كي سيد راهمه ومصرورا من هذه المناسبة وفي صباح اليوم التالي ارتدى بزته الجديدة فأعجب بها وقال في نفسه لا شك أنني لا أقل الآن أناقة عن السيد ديتراي دخل الأبو غوريو غرفة أوجين وهو يقول له سألتني يا سيدي إن كنت أعرف المنازل التي ترتادها السيدة دينو سينجين نعم إنها ذاهبة يوم الاثنين القادم إلى حفلة راقصة يقيمها الماريشال ديكاريغليانو فإن كان بوسعك أن تحضر هذه الحفلة فسوف تقول لي هل كانت ابنتي مسرورتان وماذا كانت ترتديان وتخبرني أخيرا عن كل شيء كيف عرفت ذلك أيها الجار الطيب أخبرتني به وصيفتها إني أقف على كل ما تصنعانه بواسطة وصيفتيهما تيريز وكونستونس أما أنت فإنك ستراهما شخصيا لست أكيدا أريد أن أذهب الآن لأقابل السيدة ديبوزيان وأسألها إن كانت تستطيع أن تقدمني للماريشالة كان أوجين فرحا لأنه كان مزمعا أن يظهر أمام الفيكونتيسة ببزته الجديدة إن ما يسميه علماء الأخلاق بمجاهل القلب البشري هو هذه الأفكار السطحية والحركات اللا إرادية الصادرة عن المصلحة الشخصية يوم رأى أوجين ديرا السينياك ذاته في ملابسه الأنيقة نسي مقاصده الصالحة لا تجرؤ الشبيبة على النظر إلى ذاتها في مرآة الضمير حينما تشعر بانحرافها عن جادة الصواب أما الكهولة فقد فعلت هذا هو الفرق بين هاتين المرحلتين من الحياة أصبح الجاران أوجين ديرا السينياك والأبو غوريو صديقين متلازمين منذ بضعة أيام وكانت صلة الوصل بين صداقتهما على نقيد ما كان بين بوتران وطالب الحقوق كان الأبو غوريو قد شعر بالعطف الذي حرك قلب الشاب نحوه فأراد أن يفضي إليه ببعض أسرار قلبه فجاء يقول له كيف اعتقدت أيها الصديق أن السيدة ديرستو اغتاضت منك حين ذكرت اسمي أمامها إن ابنتي كلتيهما تحبانني وأنا وارد سعيد غير أن صهريهما لذان أساء معاملتي ولم أشأ أن أزعج ابنتي الحبيبتين باختلافات مع زوجيهما وفضلت أن لا أراهما إلا في الخفاء إن هذا التكتم يوفر لي لذة لا يفهمها الآباء الآخرون الذين يستطيعون أن يروا بناتهم حينما يشاءون أما أنا فلا أستطيع أن أراهما حينما أشاء لذلك أذهب حينما يكون التقس صحوا نحو الشنزليزي بعد أن أكون قد سألت وصيفتهما عن المكان الذي تزورانه فأنتظر مرورهما وحينما تمر عربة إحداهما أشعر بقلبي يخفق فرحا إذ أرى ملكتي تبتسم لي ابتسامة تذهب الطبيعة أمامي كما شعاع الشمس المسرقة ثم أنتظر عودتها لكي أراها ثانية بعدما ورد الهواء الطلق وجنتيها وأسمع الناس حولي يقولون ما أجمل هذه السيدة سعادتي هذه إني أحب الجياد التي تجرب نتي وأود أن أكون هذا الكلب الصغير الذي تحتضنانه إن ملذاتهما هي ملذاتي كل إنسان يحب على هواه ولست أرى محبتي هذه تسيء إلى أحد فلماذا يهتم الناس بي كل هذا الاهتمام إني سعيد بالسعادة التي أريدها فهل أخالف القانون إن أنا ذهبت لكي أرى ابنتي مساء وهما عائدتان من حفلة الراقصة لقد انتظرت ذات ليلة حتى الساعة الثالثة صباحا لكي أرى نازيا وهي عائدة من حفلتها الراقصة لأنني لم أكن قد رأيتها منذ يومين والآن أرجوك أن لا تتحدث عني إلا لكي تقول لمن تحدثهم كما أن ابنتي صالحتان وشديدة البر لوالدهما إنهما تريدان أن تعمراني بالعطايا لكنني أمنعهما وأقول لهما احتفظا بدراهمكما ماذا تريداني أن أفعل بها فلست بحاجة إلى شيء بالحقيقة يا سيدي أنا لست سوى جسد فارغ لأن نفسي تتبع خطبنتي أينما ذهبت والآن بما أنك تستعد للذهاب أطلب إليك بعد أن تكون رأيت السيدة نوسينجين أن تقول لي أيتهما تثير إعجابك أكثر مضى أوجين يتنزه بعد الوقت في التويلري بانتظار ساعة زيارته للسيدة بوزيان كان في غاية الأناقة والجمال وفي ميعة الشباب وكان الجميع يلتفتون إليه بإعجاب فنسي عائلته وفقرها ومقاصده الصالحة لأن شيطان الكبرياء حام فوق رأسه هذا الشيطان يتشبه بملاك النور فتتموج أجنحته بشبت الألوان وينثر الياقوت ويرشق جباه القصور بأسهم مذهبة ويورد خدود النساء ويظهر الضعف بمظهر القوة كانت كلمة فوتران على بذاءتها ولتت قلب الطالب الشاب كما تلج الكلمة الممالقة قلب الفتاة العذراء في الساعة الخامسة قصد ديراسينياك قصر الفيكونتيسة ذي بوزيان وهو على غير موعد معها فلقيت ثقته المفرطة بنسبته صدمة قاسية وجد في الفيكونتيسة تلك الليونة المهذبة وتلك النعومة المعسولة الخاصة بالطبق الأرسقراطية لكنه لم يكد يدخل ويلقي السلام حتى رأى سيدة القصر تنظر إليه نظرة جافة وتقول له بامتعاط ظاهر لا أستطيع أن أستقبلك سيد ديراسينياك في هذه الساعة على الأقل إنني مشغولة هذه الجملة وهذه النظرة وهذه النبرة في الصوت كانت الدمغة التي تطبع أخلاق طائفة النبلاء لقد رأى أوجين اليد الحديدية تحت القفاز المخملي والخشب الجاف تحت الديهان والكبرياء والأنانية وراء اللطف المهذب لقد وقع بإخلاص الرابطة العذبة التي تربط المحسن بالمحسن إليه والتي تنص مادتها الأولى على المساواة الكاملة بين القلوب الكبيرة فالإحسان الذي يجعل من قلبين قلبا واحدا هو شغف سماوي نادر كالحب الحقيقي وكلاهما يصدران عن النفوس السامية كان راسينياك يريد الوصول إلى الحفلة الراقصة التي تقيمها الدوقة ديكاري غليانو لذلك احتمل الصفعة وقال للفيكنتسة بصوت متهدج سيدتي لو لم يكن للأمر أهمية بالغة عندي لما ارتضيت بأن أزعجك فأرجوك أن تسمح لي بمقابلتك فيما بعد أستطيع أن أنتظر أجابت الفيكنتسة بشيء من الخجل والأسف للقساوة التي أبدتها لنسيبها الشاب لأن هذه السيدة كانت بالحقيقة طيبة القلب وكبيرة النفس تعال إذا تعش معي هذا المساء بالرغم من التراجع المفاجئ الذي طيب خاطر أوجين قال في قلبه لنزحف ولنحتمل كل شيء إذا كانت أفضل النساء تنسخ وعود صداقتها في ساعة عصيبة وتتركك في الزاوية كالحذاء العتيق فماذا تقول عن النساء الأخريات؟ أجل ما حك جلدك مثل ظفرك صحيح أن بيتها ليس حانوتا وكان علي أن لا أحتاجها كان فوتران على حق حينما قال إن على المرأة أن يسير إلى هدفه كما تنطلق القذيفة من فوهة المدفع تبددت بعد قليل هذه الأفكار القاتمة حينما فكر أوجين بالسرور الذي سيحصل عليه وهو يتعشى إلى مائدة الفيكونتيسة هكذا كانت أقل الحوادث أهمية تدفعه كأنها يد القدر في الطريق الذي قال عنه أبو هول فندق فوكي أنه سيكون كمعركة حربية يتحتم فيها على طالب الحقوق أن يغلب لألا ينهزم وأن يصارع دميره وقلبه ويقنع وجهه ويحارب بلا هواد ويقبض على الثروة من غير أن يدعى أحدا يراه لكي ينال إكليل الظفر كالأبطال السبرطيين ساعة وصل أوجين عند الفيكونتيسة وجدها ملأة من تلك العاطفة الطيبة التي كانت توديها نحوه دائما وذهبا معا إلى قاعة الطعام حيث كان الفيكونتي ينتظر زوجته والبذخ الذي بلغ في عهد رجوع الملكية درجته القصوى كما هو معلوم ضاربا أطنابه في تلك القاعة الرائعة الإتقان لم يكن قد بقي للسيد ديبوزيان بعد أن شبع من ملذات الحياة سوى شهوة واحدة هي شهوة الطعام الفاخر كتلميذ حقيقي لمدرسة الويس الثامن عشر كان إذن على تلك المائدة بذخان بذخ المحتوي وبذخ المحتوى وكان أوجين منذهلا لأنه كان يرى لأول مرة تلك الأبهة المتوارثة بيد أنه استطاع بسليقته الفطرية ألا يظهر بمظهر المشدوه أمام هذه الأواني الذهبية ذات النقوش المتفننة وهذه المآكل الفاخرة المتنوعة الأشكال وهذه الخدمة الصامتة المنتظمة حينئذ بدت له الحياة التي كان عزم في الصباح على اعتناقها كئيبة القاتبة فتزعزعت مقاصده الصالحة وارتسمت في مخيلته صورة فندق السيد فوكي فشمأزت نفسه وقصد ترك القذارة في القريب العاجل لكي يقيم من جهة في مكان نظيف ويتجنب من جهة أخرى رؤية فوتران المخيف كانت السيدة ديبوزيان تحث بنظراتها المتوالية أوجين على الكلام لكنه لم يشاء أن يسترسل في الحديث أمام الفيكونت فقالت لزوجها هل تأخذني هذا المساء إلى مصرح الإيطاليين؟ فأجابها بتهذيب يشوبه شيء من السخرية خفي على أوجين لا تشكين في الصرور الذي توفره لتلبية رغبتك لكن لي موعدا مع أحد الشخصيات في الفاريتي أليس عندك إجود هذا المساء؟ فقالت الفيكونتسة بامتعاد لا إذن إن كان لابد لك من ذراع تستندين إليه فاستند إلى ذراع السيد دراسينياك التفتت الفيكونتسة إلى أوجين مبتسمة وقالت لزوجها لن يكون هذا التنبير في صالحك فالحنر السينياك وقال الفرنسي يحب الخطر لأنه يجد فيه المجد كما يقول شاتو بريان ترجمة نانسي قنقر